اه اسر الكلام الدولة حتتعامل ازاي مع التقرير ده? التقرير بيتكلم على الانتخابات. ما فيش حياسة يا سياف مصر. التقرير بيقول كده. التقرير بيقول ما فيش حد عايز يبقى فيه منافسة. في واحد بس بيهيأ الظروف لنفسه. ويقول الكرسي ده ما حدش عاد عليه غيري. اوعى. اوعى تفكر ويجي لك الطموح والامل. الكرسي ده بتاعي انا بس. التقرير الامريكي اللي بيقول كده. التقرير الامريكي بيقول ان فيه قمع وقهر وقتل واخفاء قصري. الله سمحهم الامريكيان هما. بيقولوا الكلام ده. بيسواقوا سمعة البلد يا جماعة. لا الا الا الله. انا دلوقتي عامل ناشعة تديه طب. اه اه التقرير طب احنا بقى هندور في حول الانسان الامريكيان. احنا جمدين جدا. بس هو في حاجة بسيطة ناشنش يا حبيبي. هو مش اي حاجة يعني هو اللي مع الباور مع العصايا هو اللي بيسوق. اللي مع الفلوس. اللي مع القوة. انت معك ايه? زيكا. يعني في الاخر زيكا. يعني فيش حاجة تاني. اه كنت اتمنى ان يتم التعامل مع الملف ده بشكل اكثر عقلانية واحترافية. ولكن ناشأة تديه بارح بشرنا ان اللي كتب التقرير الخارجية الامريكية هو اخواني. ايادي اخوانية هي من كتبت هذا التقرير المغرد. عارف انت لازم بقى فيه تبرير. لازم تقول حاجة للشعب. يعني الناس شايفة مجدي مكين ده ما تقتل في الاسم. عفرطه ده ما تقتل بعد ما خلص امتحاناته. ومئة الف يعني. واسمو ايه ده بتاع ايطاليا اسمو ايه ما عايز. جوليو ريجيني. ما انتو قتلتو يا جماعة والايطاليين مش 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 ساكتين. لا هو بيقولك ان كله تمام ومن كتب هذا التقرير هو ايادي امريكية. وقال ايه كمان? قالت احنا بقى عملنا مركز جورج فلويد. عشان راقب ما حول انسان في امريكا. طيب. راقبها. راقبها. وبقولك وامنع عنهم المعونة. امنع عن الامريكان المعونة. ولما الامريكان يجوا يشتروا منك سلاح متدهمش. وما تخليش بقى بايدن يجي يقول للسيسي جئتك يا سيدي جئتك بصفقة القرن مش عارف ايه ابو قرن المشاهد اللي احنا بنشوفها داين بيجوا الامريكانتوا عارفين بيتزللون لنا يعني مش عارف تفكروا ازاي بيعكسوا الاية وبيعكسوا اللحاصل اسقشتا هيتعاملوا ازاي مع الملف نشأة الديني قلنا ورينا عم التقارير كتبها اخوان بيلبسونا عبائة المنظمات الحقية زي محمد صلاح سلطان وايحجازي وغيرهم كلام اللي بقوله عشان بس ما يجيش حد ياخد من كلامي قص ولز ويقول اللي عايز يقول يقول انا بقول بشكل موضوعي ودقيق كما ورد في التقرير الخارجية الامريكية اللي اصدرته الخارجية الامريكية بقول معتمد عشان الناس بعارفها مين اللي كاتب التقرير انتوا تفكرين خارجية الامريكية عندها موظفين بيطلعوا يجوا يسألوا يشوفوا وعملوا عندهم هنا الخارجية الامريكية عندها معينة عندها بشكل غير مباشر مش بشكل تعقدي بيعتمدوا على تقارير منظمات حقية زي بايد دين حسن وجمال عيد وآخرين قررنا نحن مجموعة من الشباب المصري ان احنا نؤسس مركز مين الشباب؟ اسم مركز جورج فلويد لحقوق الانسان مركز جورج فلويد هيبقى موجود في مصر يراقب حقوق الانسان في الولايات المتحدة حكسين يخرب بتك ليه مين جورج فلويد اللي احنا اخترنا اسمه يكون اسم المركز افتكر معاكو بس لمدة دقيقة الفيديو اللي خلاني اختار اسم هذا الرجل العظيم انه يبقى اسمه على اسم المركز جورج فلويد هو المواطن الامريكي من اصول افريقية اللي اعتلته الشرطة في عهد ترامب ترامب بتاع ديكتاتوري المفضل تعرف انت عارف لما الدين نفسك وانت مش واخد بالك جورج فلويد هو المواطن الامريكي اللي صارت علشان موتوا امريكا الشعب الامريكي وده كان في عهد ترامب اللي كان بيدعم الدكتاتوريات في العالم والعنصرية في امريكا والعالم بالمناسبة اه مش انت واعي طيب على كل حال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة